قراكوش المفترى عليه جئنا نحدثكم اليوم عن رجل راح ضحية الأدب المفتري كما راح كافور بعده ضحية الشعر الظالم إنه قراكوش قراكوش المسكين الذي صار على ألسنة الناس في كل زمان وكل بلد المثل المضروب لكل حاكم فاسد الحكم فكلما أراد الناس أن يصفوا حكما بالجور والفساد قالوا هذا حكم قراكوش وهم يحرفون اسمه فوق تحريف تاريخه فيقولون قراكاش بدل قراكوش وقراكوش معناها بالتركية النسر الأسود فكلمة قوش تعني نسر وكلمة قرى تعني أسود إن قراكوش يا أيها السامعون له صورتان صورة تاريخية صادقة وصورة روائية صورها عدو له من منافسي والعجيب أن الصورة التاريخية الحقيقية تمست ونسيت والصورة الخيالية الباطلة بقيت وخلدت فلا يذكر قراكوش إلا ذكر الناس هذه الحكايات العجيبة وهذه الأحكام الغريبة التي نسبت إليه وافتريت عليه فمن هو قراكوش؟ إنه أحد قواد بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي كان من أخلص أعوانه ومن أقربهم إليه كان قائدا مظفرا وجنديا أمينة ومهندسا حربيا منقطعا نظير كان مثالا كاملا للرجل العسكري إذا تلقى أمرا أطاع بلا معارضة ولا نظر ولا حتى تأخير وإن هو أمر أمرا لم يرضى من جنوده غير الطاعة الكاملة بلا اعتراض ولا نظر ولا تأخير كان أعجوبة في أمانته لما أحس الفاطميون بقرب زوال ملكهم شرعوا يعبثون بنفائس القصر ويحملون منها ما يخف حمله ويغلو ثمنه وكان القصر مدينة صغيرة كدس فيها الخلفاء الفاطميون خلال قرون من التحف والكنوز والنفائس ما لا يحصيه العد ولو أن عشرة لصوص أخذوا منهما تخفي الثياب لخرج كل منهم بغنى الدهر ولم يشعر به أحد فوكل صلاح الدين قراقوش بحفظ القصر فنظر فإذا أمامه من عقود الجواهر والحلي النادرة والكؤوس والثريات ما لا مثيل له في الدنيا هذا فضلا عن العرش الفاطمي الذي كان فيه من أرطال الذهب ومن نوادر الياقوت والجواهر ومن الصنعة العجيبة ما لا يقوم بثمن وكان في القصر فوق ذلك من ألوان الجمال المئات والمئات من الجوار المتحدرات من كل أمم الأرض ما يفتن العابد فلا فتنه الجمال ولا أغواه المال ووف الأمانة حقها ولم يأخذ لنفسه شيئا ولا ترك أحدا يأخذ منها شيئا هو الذي أقام أعظم المنشآت الحربية التي تمت في عهد صلاح الدين وإذا ذهبتم إلى مصر وزرتم القلعة المتربعة على المقطن المطلة على المدينة فاعلموا أن هذه القلعة بل هذه المدينة العسكرية أثر من آثار قراقوش وإذا رأيتم سورة القاهرة الذي بقى من آثاره إلى اليوم ما يدهش الناظر فاعلموا أن الذي بنى السورة وأقام فيه الجامعة وحفر البئر العجيبة في القلعة هو قراقوش ولما وقع الخلاف بين ورثة صلاح الدين وكادت تقع بينهم الحروب ما كفهم ولا أصلح بينهم إلا قراقوش ولما مات العزيز الأيوبي وأوصى بالملك لابنه المنصور وكان صبيا في التاسعة من عمره جعل الوصي عليه والمدبر لأمره قراقوش فكان الحاكم العادل والأمير الحازم أصلح البلاد وأرض العباد هذا قراقوش فمن أين جاءت تلك الوصمة التي يوصم بها ومن الذي شوها هذه الصورة السوية إنها جريمة الأدب يا سادة لقد أساء المتنبي إلى كافور فألبسه وجها غير وجهه الحقيقي وأساء ابن ممات إلى قراقوش فألبسه وجها غير وجهه الحقيقي وأساء الناس إلى قراقوش فألبسوه وجها غير وجهه الحقيقي ولم يعرف الناس من الاثنين إلا هذا الوجه المعار كوجوه الورق التي يلبسها الصبيان وابن مماتى هذا كاتب بارع وأديب طويل اللسان كان موظفا في ديوان صلاح الدين وكان الرؤساء يخشونه ويتحامونه ويتملقونه بالود حينا وبالعطاء أحيانا ولكن قراقوش وهو الرجل العسكري الذي لا يعرف الملق ولا المداراه لم يعبأ به ولم يخش شره ولم يدر أن سن القلم أقوى من سنان الرمح أما طعنة القلم فتجرح جرحا لا يشفى ولا يريح من ألمه الموت فألف ابن مماتى رسالة صغيرة سماها الفافوش في أحكام قراقوش ووضع هذه الحكايات ونسبها إليه وصدقها الناس ونسوا التاريخ ومات قراقوش الحقيقي وعاش قراقوش الفافوش كما مات كافور التاريخ وعاش كافور المتنبي وكما نسي عن ترة الواقع وعرف عن تر القصة وهذا يا سادة سلطان الأدب فيا أيها الأدباء اتقوا الله في هذا السلطان ويا أيها الناس لا تخدعوا بتزييف الأدباء